رجعنا لكم برياضة المحركات حيث سيكون عشاق رياضة الدريفت تحديداً في الأردن الليلة على موعد متجدد مع بطولة ريدبول كار بارك دريفت في ساحة أرض المعارض بنسختها لـ 11 من هذه البطولة على الأراضي الأردنية وطبعاً رح يكون في بث للسباق على شاشة رؤية وعلى منصاتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي الساعة 9 ونص بالليل لنحكي أكثر عن هذا السباق ونشوف التحضيرات بنضملنا مراسلنا إسماعيل السلاوي من حلبة السباق في أرض المعارض مساء الخير إسماعيل مساء النور أهلاً سميحة إسماعيل يعني بدنا نشوف هلأ إيش تحضيرات السباق إذا بدنا تفرجينا إيش قاعد عم بيصير هلأ من حواليك يعني مش ضايل إلا غير هيك ساعات على بدايته بكل تأكيد سميحة الآن سننقل لكم كل مجريات وما قبل طبعاً بدأ البطولة التجهيزات على قدم وساق منذ أيام الآن لجلة التنظيم تضع اللمسات الأخيرة على التراك وعلى ساحة اليوم المنافسة في أمور جديدة هذا العام أمور طبعاً أكيد لطيفة بالنسبة للجمهور اليوم هذه الرياضة أصبحت عارمة في الأردن ورياضة ذات يعني شعبية وانتشار كبير اللي بدل على هذا اليوم الحضور تقريباً كما وصلنا أنه عدد التذاكر قاربت على الانتهاء أكثر من 2500 تذكرة وجديد برضو اليوم عن هذه السنة بالنسبة لبطولة تريدبول كاربار دريفت نحن نحكي عن هذه المنصة اللي نحن وقفين عليها اللي هي لحضور V.I.B السيارات اللي راح تمر من تحتهم وبالإضافة إلى مراحل جديدة على المتسابقين في التراك وفي حلبة السباق اليوم عندنا 23 متسابق المرحلة الأولى ينزلوا 23 متسابق ثم لجنة التحكيم تختار أفضل ثمانية ثم المرحلة بعدها أفضل أربعة ليتم اختيار الفائزين الثلاث والفائز الأول سينتقل إلى النسخة العالمية من هذه البطولة والتي ستقام في مدينة جد في المملكة العربية السعودية بمشاركة أكثر من 25 دولة عربية وأوروبية وحتى من أمريكا اللاتينية إذن هذا العام هناك دول جديدة ستشارك في البطولة العالمية طيب نرجع للبطولة المحلية بالنسبة للنسخة المحلية من هذه البطولة معنا أحد المتسابقين هذا المتسابق الذي يملك سيارة من السيارات طبعا ما شاء الله المتميزة على مستوى الأردن وله باع وذراع طويل في هذه المسابقة بأكثر من مشاركة خلال الأعوام الماضية معنا عبدالله سرور اليوم إن شاء الله يتجهز عبدالله وجهز سيارته قبل المشاركة بساعات بداية مسيك بالخير تجهيزاتكم والمعنوية حبيب عبدالله إن شاء الله طبعا المعنوية إن شاء الله تكون يا رب عالية وإن شاء الله ما يضيع لحده تعب ويوفق لجميع يا رب طبعا بلشنا تجهزات من أول ما عرفنا طبعا إنه الأردن ريضة السيارات بأبعدلنا لأرقام اللي يتأهلوا لبطولة ريد بول كاربارك دريفت من أول ما وصلتنا لأرقام إحنا كنا 23 متسابق من أصل تقريبا 50 متسابق جهزنا سياراتنا وبلشنا نجهز للبطولة من تقريبا شهر حكيت لي قبل الهوى عن سيارتك بصير تحكي لي أكثر عن سيارتك المتميزة إيش المميزها طبعا أنا سيارتي هي أصلا بأم إي ثيرت سكس تم تحويلها بالكامل من أمام الخلف إلى بأم إي فورت سكس طبعا سيارة سبقتنا تحول ما في سيارة عملت هيك وتحولت كاملة في برقلاس ما في علها بدي حديد وهي أول سيارة في العالم حول من إي ثيرت سكس إلى إي فورت سكس طب حكينا عن المشاركات السابقة وإيش ممكن تختلف هذه المشاركة أنت أكثر من مرة شاركت في هذه البطولة واليوم إيش ممكن تختلف عن البطولات السابقة طبعا المنافسات قوية يعني الشباب ما شاء الله عليهم من أبطال الأردن يعني ناس ما شاء الله محترفين في الرياضة هاي إن شاء الله نقدر نعمل علينا ونقدر نسوي كل واحد شو بقدر يتعب فيه يعني هذا الإشي وإن شاء الله مبضي يتعب هذا جميل العام الماضي أو الأعوام الماضي أنت شاركت بكل تأكيد وكان التراك بالنسبة لك واضح ومعروف اليوم بالنسبة لنظرتك قبل الأخيرة للمشاركة إيش شايفنا الجديد في التراك وإيش الجديد بالنسبة أيضا لما بينكم كمتنافسين كأصحاب سيارة شايف إنه شايف إنه فيه تجديد في التراك يعني فيه أشياء مضافة على التراك طمعا ما بين هذا الحكي إلا من الحكام يحكونا عن الموضوحات وشايف إنه كمان كمان نزداد العدد هو بالعادة بيكون توب 16 بعد إن صار توب 20 اليوم توب 23 يعني المنافسة شوي صعبة من توب 23 رح ننزل لتوب 8 طيب الحضور الجماهيري اليوم بعد سنتين من قطاع إيش ممكن برضو يضيف لكم أنتو كم متشاركين أكيد فيه تشويق متعطش الجمهور لهذا الإفنت لأن هذا إفنت ردبال كرباك درفت هو من أجمل إفنتات في سيل أردن بيكون حجم الجمهور كثير كبير وبيكون في حجم الحماس كثير عالي يعني أكيد طبعا برضو بيزيد عليكم الضغط بزيد عليكم المسؤولية كمان حضور الجماهير فيه استرس أكيد فيه استرس الكل بيكون بيقول لك يلا أنت أول بتجيبها بتقدر لها فبكون استرس من الناس عليه جميل العام الماضي كان المتاهل الأردني كان قبل الأخير العام القبله كان كان الثاني أنا أسف مركز الثاني نعم عبدالله حسين والقبله كان أنا سألها حلوة كان الأول على مستوى العالم نحكي برضو عن البطالنا الأردنيين الخام الأردنيين ممتاز نتمنى لك الخير أنت وزملائك المتسابقين وإن شاء الله مثلونا أحسن تمثيل في هذه البطولة العالمية يا رب يا رب إن شاء الله نتمنى لكم أنتم كمان يسلم لكم رؤية على قدونكم لعنا وشكرا لريدبرو كربالك الدرفت وشكرا للأردنيين للسيارات شكرا جزيلا ونحن نكون معكم طول اليوم إن شاء الله ساعة ساعة ونصر سنكون على هوا مباشرة على شاشة رؤية ونصات رؤية على تواصل الاجتماعي شكرا جزيلا عبد الله سرور وإنتحد المتسابقين اليوم نتمنى لك طبعا إن شاء الله التوفيق والسلامة لك ولزملائك المشاركين إذن هذه الصورة العامة قبل بدء الفعلي بساعات نذكر مرة أخرى تقريبا التذاكر قاربت على الانتهاء سميحة نعم أنا بدي أسألك سؤال شخصي يعني أنت منورنا بالرياضة اليوم كيف تجربتك بعيدا عن السياسة والله أنا يعني لو يكون عندكم واسطة تنقلوني عندكم لأنه خلاص أنا بدي أسعالك فيها نعم آه ذات حماس بدي أسعالك فيها يلا أنا بتشرف والله نوارتنا اليوم من ساحة أرض المعارض أنا بتشرف لأنه وحتى الزملائي والمصور على أنه هنوش بطلب منكم كمان تقولون اليوم نحضر هذا هذه الفعالية الوطنية والتي بترفع رأسنا وأنا شخصيا من محبي السيارات محبي هذه الرياضة طبعا لاغينا عن السياسة ولاغينا عن الأخبار المحلية لكن برضو في شغف وفي حماس في الرياضة بشكل عام وهذه المسابقة اليوم في ريفدول كالبارد دريفت أكيد وأنا أتمنى طبعا توفيق والسلامة للجميع سيكون طبعا في لجنة تحكيم مكونة من ثلاث حكام وبحضور البطل العربي والعالمي عبد الغالي كان مفترض لكم معنا لكن إن شاء الله رح نأخذ في أوقات القادمة ولاحفة إن شاء الله في هذا اليوم في الأيام القادمة وتحدث لنا أكثر عن اليوم هذه النسخة عن البطولة وتحدث لنا ما الجديد بالنسبة للتراك والنسبة للمتسابقين وكما نقلنا لكم اليوم الحضور الجماهيري سيكون يعني سيطفي طابع من الحماس أكثر على المشاركين والرغبة أكثر لدى المشاركين إن إن شاء الله يحصلوا على البطولة الوطنية وثم تأهلوا إلى العالمية وإن شاء الله يرفعوا رأسنا شبابنا إن شاء الله إن شاء الله المشاركين في رياضة السيارات الدريفت أكيد شكراً اسماعيل كنت من ساحة أرض المعارض واستمتعوا أنتوا بهذا السباق اليوم